صباح النسيم بعطر الهدى وشوق النعيم وقاطر النذى سلام عليكم عليكم سلام سلام عليكم عليكم سلام سبحان الذي فضل محبته ومحبة رسوله على سائر المحبين تفضيل ونصب طاعته والخضوع له على صدق المحبة دليلا وصلي الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خاتم النبيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا موعد جديد نضربه لكم ضمن برنامج سلام عليكم مع بداية هذا الأسبوع من يوم التاسع عشر من شهر نوفمبر الموافق للخامس جمادة الأولى الأيام تتوالى والشهور وما زالت معساة إخواننا الفلسطينيين على حالها وهذا ومئات الجرحة وهذا بعد المجزرة التي تلقوها أمس وخلفت مئات الجرحة والقتلة نسأل الله تعالى وندعوه أن يأتي بأمر من عنده ويجعل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا الصفلة آمين لرب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك في هذا الصباح رزقا طهبا وعلما نافعا وعملا متقبلا يقول الإمام ابن القيم أربعة تجيب الرزق قيام الليل وكثرة الاستغفار بالأسحار وتعاهد الصدقة والذكر أول النهار وآخرها أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أهلا بكم من جديد مشاهدين أنتم في رحابي برنامج السلام عليكم وفي هذه الجلسة الطيبة أركان عديدة وفقرات في انتظاركم وككل يوم أحد تلتقون رقم طهور مع الدكتورة الحديث اليوم عن ألام المفاصل مع ألام المفاصل وتلتقون أيضا مع الأستاذ حياة غناي في الحديث عن أسس اختيار الزوجة الصالحة وخير ما نبدأ به مشاهدين في هذه الصباحة رقم شفاء الروح مع الأستاذ الفاضل زكريا عبداللطيف أهلا بكم مشاهدين نرحب بأستاذنا الأستاذ زكريا عبداللطيف السلام عليكم سيدي كيف حالك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية طيبة عطيرة لكل المشاهدين الأكارم في هذه الصبيحة طيبة المنورة بإذن الله تبارك وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول والسداد بإذنه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين الحديث اليوم عن الصبر عن الصبر صبرا يا أهل غزة وما أحوجهم في هذا الشهر في هذه الأيام لهذه العبادة الفضلة نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في يوم من الأيام في بداية الدعوة المحمدية مر النبي صلى الله عليه وسلم على آل ياسر على عمار وأمه وأباه فكانت هذه العائلة كلها تعذب عذابا أليما عذابا شديدا حتى أن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قتلت أمه أمامه تكون في شدة النكالة وشدة الألم فمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ونحن انطلاقا من هذه القصة نقول لأهلنا هناك أهلنا أهل غزة غزة العزة غزة الصمود غزة الثبات غزة اليقين غزة الثقة بالله سبحانه وتعالى نقول لهم صبرا فإن موعدكم الجنة بإذن الله تبارك وتعالى وهم حقيقة يعني ضربوا لنا أربع الأمثلة في الصبر والثبات والصمود يعني الحمد لله نقول ثبتهم الله مرة أخرى وأكثر يعني دليل على ذلك مثلا ذلكم الصحفي تحية إجلال وإكبار لكل الصحفيين هناك وكل أصحاب الإعلام هناك وكل أصحاب الكلمة الهادفة الهادئة الهادية الصادقة تحية لهم تحية إجلال وإكبار حتى هذه القنوات المباركة قناة القرآن الكريم يعني الحمد لله كل هذه الأركان يعني ترسل رسائل إلى إخواننا هناك وترسل رسائل إلى الشعب الجزائري وإلى الشعب الإسلامي عموما فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم جميعا هذا العمل بإذن الله تبارك وتعالى ذلكم الصحفي وإل الدحدوح يعني لما قتلت عائلته يعني كل العائلة قتلت أولاده زوجته فقال يعني بثبات وصبر ويقين والله لا أري لليهود ما يستشفون فيه أو يعني حتى لا يظهرون الشماتة فيهم يعني لما ربما يجزع ربما يقول قول يعني لا يرضيهم فيقول لك يعني يظهرون الشماتة فكذا نقوله هنا بالدرجة تعالى يعني يستشفون فيه الشح فيهم وشوفوا شو وصالهم ويشرى يعني وقع لهم فهم هو تماسك وهو صبر بحمد الله تبارك وتعالى فقال حتى لا أحدث الشماتة وهذه الشماتة أيضا وقعت في غزوة الأحزاب بعدما كانت تلك الهزيمة وعصى الرمات رضوان الله عليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يبقوا على جبل أحد أو جبل سلع كما يسمى فنزلوا فدارت الدائرة عليهم واستشهد سبعين من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه ويعني النبي عليه الصلاة والسلام حزن عليه حزنا شديدا بعد المعركة وقف أبو سفيان وقال يعني أراد أن يستشفي في هؤلاء المسلمين وقال أعلوه بل فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر أخبرهم يا عمر وكان عمر بن خطاب رضي الله عنه يعني صوته جوهري وجهوري يعني يوصل حتى يسمع الأعداء فقال قل لهم يا عمر الله أعلى وأجل فقال أبو سفيان هذه بتلك يعني في بدر قتل من المشركين سبعين وفي أحد أيضا استشهد سبعين فقال له فقال أبو سفيان أراد يعني أن يوغذ المسلمين فقال لهم هذه بتلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل لهم يا عمر قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار الله مولانا ولا مولا لكم يعني شوف كيف رد النبي عليه الصلاة والسلام وما أراد أن يشمت الأعداء في هؤلاء الصحابة وفي المسلمين نعم كاين صبر الحمد لله ولكن قولها بكل صراحة ليس أهل غزة على درجة واحدة من الإيمان ليس كلهم على ثقة واحدة في الله سبحانه وتعالى حتى الرسل الله سبحانه وتعالى فضل بينهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض حتى الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا منهم من يريدوا الدنيا وهم بشر كذلك أهل غزة فهم بشر يعني يسبرون يسبرون ويسبرون و ثم يأتي يعني ممكن هذا اليوم ينتهي هذا الصبر يعني دائما نحن ندعو لهم الله سبحانه وتعالى أن يفرغ عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء بإذن الله تبارك وتعالى ولكن كبقرة أول أمس أيضا أحد الغزويين قال تقول بأننا نحن أسطورة ويعني تقول فينا كذا وكذا نحن بشر ونتألم ولنا إنسانية وهذا ما فقدناه يعني في كل لحظة يعني ينتشلون أحبابهم من هذه الأنقاذ قالوا نحن بشر فلابد أيضا أن نتألم لآلامهم ولأوجاعهم وهذه الآلام والأوجاع يعني هي يعني تقسم وتدمي القلوب ومع هذه الأوجاع وهذه المواجع والفواجع دائما يعني أملنا بإذن الله تبارك وتعالى كبير وبالبشريات التي ذكرناها في الحسس القادمة بإذن الله تبارك وتعالى وما يزيد ألما ويزيد هذه الحرب يعني لما كان كثير من الناس مع هذا العدوان سواء من الغرب أو بعض العرب وعلى مر التاريخ إسرائيل دائما تنتصر بسببين اثنين السبب الأول وهو هذه يعني الطائرات أو الحرب الجوي يعني هذا القسط على المجازر والمذابح هذه بسبب يعني هذه الجو طائرات الجو والسلاح الجوي وأيضا سبب الثاني بسبب العمالة وبسبب الخيانة وبسبب التطبيع وأكيد يعني المجرم يعني يأتي مع المجرم والمجرم يبرر للمجرم كل هؤلاء دول الغرب يبررون لإسرائيل لأنهم أيضا يستعمروا الدول السابقة ولكن دائما الله سبحانه وتعالى يعني ينصر المسلمين المستضعفين على ما قاله عمر المختار وأننا نحن نتكلم على الجهاد السابق عمر المختار رحمه الله وتقبله الله سبحانه وتعالى لما كان في ليبيا وجاءت أيضا القوة الإيطالية وقالوا سننهزم فقال هذه الطائرات التي تحلق في الجو هل هي تحت عرش الرحمن أم هي فوقه قالوا هي تحته قال لهم الله معنا إذن هي تحتنا هذه الطائرات فهذه يعني يقين وثقة في الله سبحانه وتعالى فهؤلاء الذين هم مع اليهود ويعني أتوا معهم حتى يقول للأسف الشديد بايدا يقول بأن هذه الإحصائيات القتلى من الأطفال ومن النساء قال لك مكذوبة نحقق في هذه الأرقام طيب يعني إذا مات يعني ممكن مئة الصورة أبلغ أكيد نعم صحيح إذا مات مئة من الطفل يعني لا نقول شيء أما إذا مات ممكن مئة وخمسين ولم يتين نقول قال له كان هذا العدد في دول من دول غربية لقامت الحرب العالمية الثالثة فأصبح نقولها بكل صراحة أصبح الدم المسلم بكل عموما الدم المسلم أصبح رخيصا يعني الكعبة لزوال الدنيا ليس نقولش يعني لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم مسلم بل هناك حديث آخر لا زوال الدنيا يعني كل الدنيا بمساجدها بالحرم المكي والمدني والمقدسات لا زوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم فأصبح الدم المسلم للأسف الشديد يعني رخيصا ويعني هذه الحرب ليس يعني ليس من أجل بأن هذه الشعب الفلسطيني وأهل غزة كانوا حاضنة شعبية لهذه المقاومة بل لأنهم وحدوا الله سبحانه وتعالى بل بأنهم أقاموا الجمعة على الأنقاذ يعني جمعة عظيمة على تلك الحالة وهم يقيمون الجمعة لأنهم شعب ولأنهم أطفال تخرجوا من المساجد وأيضا هؤلاء انتقموا منهم كما انتقم أهل ذلك الطاغية للذين أسلموا ودخلوا في النصرانية الموحدة آنذاك مئتين ألف قتلهم جميعا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البروج وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِالَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَتْ عَلَى الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَ اللَّهِ فكل هذه الإبادة الجمعية وتحالف كل الغرب على هذه القطعة الصغيرة هذه غزة فيها 45 كيلو متر على 15 كيلو متر بساعة صغيرة جدا يعني تكالب كل الغرب وفيها زوج ملاين وثوثمائة ألف نسمة يعني عدد كبير حتى قالك فيها يعني كل متر مربع يقتونه عشر من الأفراد تكالب كل الغرب عليها وأرادوها لكن ألقوا في قلوبهم الرغم نعم أكيد نعم بارك الله فيك يعني دائما هؤلاء المنافقون وصفهم الله سبحانه وتعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر وفعلا يعني قبل هذا طوفان أقصى قبل 7 أكتوبر كانوا آمنين ودالوا هذه الحواجز وهذه الجدران ولكن آتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقفف في قلوبهم الرعب بهذه السبب يعني دائما نسمع يقول لك يعني الجنود قتلوا بعضهم بعضا خطأا وكاين يعني زوج جنود قتلوا خطأا بسبب ماذا؟ بسبب هذا الرعب الذي قذف في قلوبهم حتى يعني صاروا يقتلون بعضهم البعض فهذا جند من جنود الله سبحانه وتعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد والحمد لله رأوا البأس بينهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمزق شملهم وهناك يعني أيضا صراعات في إسرائيل هناك صراعات وهذا جند من جنود الله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نسرى لهؤلاء الأبطال المقاومين هؤلاء الذين ضربوا لنا وننتكلم عن الصبر أروع الأمثلة في الصبر والثبات والمقاومة وحق العودة وهذا ما فعله أيضا أبطالنا الجزائرين الفرق بين ثورة الجزائر ولا نقول جهاد الجزائر بصفة عامة من 1230 إلى 1962 وش الفرق بينهم الإعلام يعني في ذلك الوقت لم نرى حتى هذه الأمور تمثيلية ونرى بعض الأمور تمثيلية يعني ما تقدرش تشوفها حتى الآن لما نروح ونشوف الأخبار نذهب لنرى ما لا نحب أن نرى أو بعض شهادات المجاهدين نعم صحيح نعم فهذه لما كان الإعلام الإعلام هذا عفوا يعني زاد من هذه بشاعة هذه الجرائم وهذه المذابح وهذه المجازر ولم تحدث في التاريخ الحديث نقولها بكل صراحة لم تحدث في التاريخ الحديث حتى لم تسلم منهم حتى الأطفال الخدج الذين هم في القارورات يعني تحت العناية الخاصة بهم لم تسلم منهم يعني يقولك أخلو المستشفى كيف إنسان مريض مغمى عليه في الإنعاش كيف نخلي المستشفى ودائما يعني يكذبون كذبا وزورا وبهتانا بأن المقاومة تحت المستشفيات والأسلحة هناك ولغ لذلك وللأسف الشديداء من الغرب يصدق إسرائيل ما تقوله إسرائيل يصدقونه ويكذبون هذه الإحصائيات وهذه الأعداد وكما قلت الصورة أكثر بيانا وتوضيحا وصدقا وعندما نقرأ التاريخ نجد أن هؤلاء المجرمون دائما كانوا أشد عداوة للذين آمنوا على مر العصور وقد حرفوا الكلمة وقد قتلوا الأنبياء أو الرسل وعثوا في الأرض نعم صحيح بارك الله عليك نعم والله سبحانه وتعالى يقول لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا يكون اليهود بالدرجة الأولى ثم المرتبة الثانية والذين أشركوا بعضهم من بعض نعم بعضهم من بعض أكيد هذا على مر التاريخ منذ بداية الدعوة دعوة الرسل لأنبيائهم كانت هذه العداوة يقتلون الأنبياء يذبحون الأنبياء فرعون فعل ما فعل يعني يقتل لما جاءته هذه الرؤية وقيل له بأن طفل سيخرج من بني إسرائيل ويأخذ ملكك فكانت هذه الإبادة أي طفل يقتله فرعون حتى لا يأخذ ملكه ولكن كانت العناية الربانية دائما العناية الربانية يعني الإنسان لما يذكر هذه القصة وهذا المنطق يعني المنطق والأصل بأن هذا الطفل يعني يتربى ممكن في الجبال يتربى خارج المدينة ثم يأتي يوم من الأيام ويأخذ هذا الملك ولكن الله سبحانه وتعالى قال لا هذا الطفل تربيه أنت وتربيه في قصرك وتصرف عليه أنت ثم يأتي ويأخذ هذا الملك فكذلك هؤلاء اليهود يعني يريدون القضاء على الأطفال حتى لا يكون في الجيل مستقبل يقاوم ويخرجهم من هذه الأرض التي احتلوها وهي ليست أرضهم ولكن الله سبحانه وتعالى كما قال يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين نعم أستاذ شكرا على كل يمين برك الله فيكم العافية شكرا على التفاصيل نسأل الله تعالى أن يعينهم ويفبتهم وأنه سيوفي بعده وأن بعد العسر يسر إن شاء الله برك الله نعم مشاهدين أنتم في رحاب برنامج سلام عليكم ولله لسماء الحسن فادعوه بها نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أين ما تدعوا فله لسماء الحسنى ما في الوجود سواك رب يغبد كلا ولا مولا سواك فيقصده الرؤوف ذو الرأفة وهي أعلى معاني الرحمة وأشدها وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا خاصة للمؤمنين في الآخرة سمى الله سبحانه وتعالى ذاته العلية باسم الرؤوف فهو الذي يدفع السوء عن عباده ويجلب لهم الخير ويحفظهم في أسماعهم وأبصارهم وجميع جوارحهم وهو يدل أيضا على تعطف الله على عباده المذنبين فيفتح لهم باب التوبة ورد اسم الرؤوف في القرآن الكريم عشر مرات في قوله جل وعلا إن الله بالناس لرؤوف رحيم وقوله ربنا إنك رؤوف رحيم وقوله أيضا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم تبارك معبودا وتساميت مقصودا سبحانك الحليم صفة الحلم تعني الأنات فهو سبحانه وتعالى ذؤنات لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم بل يصفح عنهم ويغفر لهم إذا استغفروه فهو سبحانه يرغب بالعفو ولا يسارع بالعقوبة ورد اسم الحليم في القرآن الكريم أحد عشرة مرة قال تعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم وقوله جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم وقوله أيضا والله غني حليم أنت الواحد الذي لا يموت ولا ينام التواب أي الذي لم يزل يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المذنبين فكل من تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه فهو سبحانه يرزق من يشاء الإنابة والتوبة إليه والإقبال عليه بعد المعصية ويقبل ذلك منهم ويعفو ويصفح فهو سبحانه يوقع في قلب عبده التوبة إليه فيقوم بها العبد مع شروطها من الإقلاع عن المعاصي والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها واستبدالها بعمل صالح عندها يقبلها الله تعالى ويمحو الذنوب بها ورد اسم التواب في القرآن الكريم أحد عشرة مرة منها قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم أهلا بكم مشاهدينا أنتم في رحابي برنامج سلام عليكم تلتقون الآن نركنطهم بعد هذا الفاصل نرحب وإياكم وككل صبيحة يوم أحد بالدكتورة زهرة كبير السلام عليكم في حالك سلام عليكم وعليكم السلام وحبت الله وبركة واختدال صباح الخير لك صباح الخير مشاهدنا الأكارم صباح الخير أوفياء سلام عليكم وعليكم السلام الموضوع مهم ويهم المشاهدين والذين بإمكانهم الاتصال والحديث اليوم عن آلام المفاصل وهو آلام يعني مرض منتشر لدى كافة الناس ويعاني منه الكثير أليس كذلك بارك الله فيك أولا أعتدل على رداءة الصوت وهذا يعني لدائما نذكرهم أن هناك لقاح السكام اللي لازم كل واحد يستطيع الذهاب وأخذ هذا الجرعة لتكاين مجانية في جميع المستوصفات بداية نقوله آلام المفاصل كذلك تكتر آلام مفاصل في هذا الجو البارد يعني لما يتغير تقلبات الجوية يكون آلام مفاصل نعم أمشي كل الآلام لكن فئة من الناس يتحسوا يجوا في فصل الشتاء يقول لك أنا عندي عندي خاصة النساء عندي استرف فرجلية فركيبة يعني بالعامية يقول لك كيف تزيد يجي البرد يزيد لي وهذا من بين يعني لما نكونوا تحثوا مع تاريخ المراضي للمريض بعض الأسئلة أن يشوفوا هذا آلام المفاصل بتشجي نعم هل في فصل الشتاء في فصل الصيف يعني كين مفاهيم كثيرة مغلوطة بالنسبة لآلام المفاصل نقول آلام مفاصل هذا المفاصل وشنو هو نعم المفاصل هو كين مفاصل يعني صغيرة كما هذا تعالى اللي ما بين يعني هذه العظمة وهذه العظمة نعم وكين مفاصل كبيرة كما تعالى الكود وليجونو لونك هذو ما أنعام المرفق والنعمة لونك هنو ما سي لانش تاني يعني الباص الظهر هذو ما ما مفاصل كبار لون كين الألم يجي مفاصل كبار وكين مفاصل صغار لتحميل الجسم نعم كين يرتكز عليها الجسم لكن هناك آلام اللي تكون كذلك مزمنة كين آلام اللي تجي فقط يعني لمدة معينة وتروح نعم 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 نحن نفسر فقط أنه هذا الآلام كي يقول اللي كان ظهري يوجع ولا كتافي ره يوجع ولا ما يدي ره يوجع هي أنواع لهذا الآلام وبعدها الطبيب يسأل من وقت شبدا هذا الآلام منتهى حتى لما المريض كين كثير من المرضى اللي يقعدوا في المنزل يشربوا الأدوية وحدهم لكن ما لابلهم شبلي ممكن هذا الآلام اللي رهي تتكرر عفوا تقدر تكون آلام مزمنة ليستوجب يعني دواء لمدة زمنية طويلة معينة نعم وهل هذه الآلام ربما يتصيب فئة الكبار أم هي يعني تصيب فئة الشباب نعم هنا أكثرية يعني في الإحصائيات أكثرية هذا الآلام المفاصل يجونا نساء نعم يجونا نساء أكثر من الرجال يعني الرجال عندهم ألم واحد اللي يجو بكثر عليه اللي أكثر ثاني أغلبية هو آلام الظهر اللي اسمه باللغة اللاتينية اللي اللي واحد يرفض تقيل واحد اللي سوق بزفط في السيارة اللي اللي لونتخاجي واحد مثلا اللي يكون كما نقول رفض لبوة شوية مثلا زاد شوية في البادانة لونك هنا يقدر يكون آلام على مستوى الظهر اللي ولا على ركباتين أما النساء التي تشتاكي أو اللواتي تشتاكي هنا فئات عمرية نحن كنا بكرين نسمع وغير إذا ما جدتنا الكبار تقول لك نفاصلي أكيد لماذا لأنه بعد سن يعني أنقل طاعة طامت نحن كاين المادة الأستروجين اللي تحمي كل ما هو يعني الوزوجة في ما بين المفاصل لأنه هذا المفاصل قلت أنه عظمة مع عظمة وفي الوسط كاين الليكيد كاين غضروف نحن كاين دي تندون يشدو هذا وكاين الكتلة اللحمية اللي تساعد على حماية العظم من الكسور وكذلك بعض الشوح هنا كنا نسمع جدتنا كبار ولا الناس اللي تعرضوا إلى عند خماتز ما انتهاء باحولة لكن الآن الكله يشتاكي حتى عشرين سنوات تشتاكي لهذا دائما نقول أنه هذا الألم نجم نعرفه إذا كانت ألم مفاصل صغيرة ولا ألم مفاصل كبيرة الحاجة الأولى الفئة العمرية من الأربعين سنة حتى الستين سنة يقدر يكون أنواعا من الالتهابات لأنه ألم هو عبارة عن الالتهاب كذلك نشوفه على شحال المرأة كانت متزوجة وعندها أطفال شحال درت من ولادة لأنه كان بعض الألم نجي بعد الولادة كان الألم اللي تكون ألم لما تكون حامل لذلك هنا باش نشوفه إذا كانت هذا الألم ينتهى فقط في هذا المدة أو ما بعد كذلك كان الألم اللي تسرى بعد الستين هنا كثير من الأخو نسموها لاختخز وما كامل يسموها لاختخز أو التهاب المفاصل هنا هي أنواع اليوم باش نوضحوا أنه كاين نوعين هو الميكانيكي اللي كينمشوا مثلا من المدل القادم ينسقسي المريض يقول يكين طلع الدروج يوجعني ركبتي ولا مثلا هنفتح مثلا الباب ولا يوجعني هنا لأخوت نعم ولا مثلا نجي ني وحدا اللي تقول لك تخرج ترفض كابة كبيرة وليدها أو لا تقول لك أنا هاتك تافيه وجه هنا نزيد نشوفه إلا كايين مشكلة على مستوى الوموبلات أو لا كايين التهاب التنضان يعني هذا اللي شد العظمة والعظمة الأوطار نعم يمكن فقط للمشاهدين الاتصال وطرح أسئلتهم في هذا الموضوح حول التهاب المفاصل نعم على هذه الأرقام الظاهرة على الشاشة نعم مرحبا نعم 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 نقول باللي هذا الالتهاب لازم مهمة جدا أنه نشوفه أسك هذي راهي تشخيص أسك هذي المآلم راهي في الليل تنوضك كي تكون يا راقدة ولا يعني ما تجيك ولا كي ترقدي يروح لك أسك تجيد لك في النهار كي تخدمي شغل بزف كي تحبسي معناها هنا باش نقدر لها أنه كي ينبعض الآلام لتكون بعد عملية جراحية كي يرقود بزف مثلا دار عملية جراحية وكان لازم يكون مؤقتة هذه مؤقتة لهذا دائما كل واحد التداوي مثلا هنا نحن يجيو لنا آلام يقول لك بصرح أنا شربت هذا الدواء ما زالش عليها لكن واحد أخرى هو يشرب بدواء لك كل واحد الحساب المشكلة اللي عنده لأنه لماذا كين اللي عنده مفصل واحد وجعه كين كين يقول لك انتقالية اليوم وجعه وجعه يجعه يده بعد يقول لك عندي مثلا كين عصر زيدي وجعني لبواني هنا كل واحد الألم اللي عنده ويوجه حقيقة أنه هي نفس الأدوية بطبيعة الحال لمضادة الالتهاب نوصفها لكن في الحالة الراهنة أنا ومضاعفات فيما بال والكثير يأخذ هذه الأدوية دون استشارة الطبيب وربما في هذا المرض يعني ليس له دواء معين ربما له أدوية لتخفيف أعراض الآلم أنا دائما ونقول كين نقطة ثانية هي الآلم مفاصلة عند الأطفال كان كثير من الأطفال يكون في عمر 6 سنة نعم من سمحة من بناء العاصمة تفضلي السلام عليك وعاكم سلام أختي سباح الخير سباح النوات هل أنت مع دكتورة نعم تفضلي سباح الخير دكتورة سباح الأنوار مرحبا يسلمك مرحبا بك شوفي دكتورة عندي بنتي رايزوك 30 سنة في عمرها الله يبارك الله يسلمك يبارك شوفي عندها من زمان بتحلب قول لما تحب شروح ليل طبيب شوفي كي تكون شوية نسمة يبردو يبردو ملكة كامل ولا في الجنة لا 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 تبارك غير تبارك هذا ما كامل ما قولك ما قولك من الجنو تبس قاشر كنت لبس قاشر ما في الصيف ما في الصيف بعدها تقول تمشي نسمة تبس قاشر صحيح وسمحيني يقولوا زروقا ولا يقولوا بيوضا يتغير لون ديالهم لا شوفي حدا ما حطيتش ما حطيتش البال يعني وقلي نغم ما حطيتش بل ما حطيتش البال إلي تنفقوا من الفوق ويديروا شغل حرقة بالحمورية نو 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 هاد مالا مدارش نو نو نبا في عطانسلل مش كيش كاين هادو مالا صحيح تحس نسمة بكي ما تحملش تبط تبس قاشر ما قريص صيف ايه وما تلبش ما تحبش تدفي رحا قولي لي وعندها مرض واحد آخر ما عندهش لقواتخ أو مرض واحد آخر تألتهابت لا 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 بقول ماما ما كان ولي يعني ما شفافا ما كانش يعني بغج تدفع بصباتيها وزعال يعني كي تكون نسمة كي تألت صباتيها يوضعو عمين دا كي تقول ما فاصل تحصباتيها يوضعو تعيد ديها ميلا بل بل برد تتو كتبتها تعيد من القولي لعلي هام كي تكون هكذا نسمة ما تحمل سنت تروح تلبس تلبس 10 ومبادئ يعني يروح داكستر تلبس 10 لازم ما تغيز سيب تخانا ولا ما يكون شوية تلبس 10 لازم تغطير جدا تغطير يعني يغملا شفية تحلات بل ربي اللي يتغطير نقول لك إن شاء الله ما كاشو اكتنمك يا عايشي كتنمك إنو كاين من 6 سنوات حتى الـ 12 سنة 16 سنة هي فترة النمو نمو هذيك ألم لكن ماشي نقول وخلاص النمو ونحبس ولا عند الأطفال لما طفل يشتكي من ألم في المفصل لازم تدعين سبب لازم نفحصه ونشوفه لما كانش كاين مشكلة إنو كاين مشاكل عديدة أنا نقول لك ظهري راهي وجه بس حيقدر يكون عنده أمراض أخرى لأنه هو راهو منبه من بعض الأعراض لذلك هنا لازم هذي راهي يشوفوها كامل نسا هم بلاختخوز لم يجوني حتى يجون عندي كي كون نحاور فيهم يقول لي طبيبة كيمة كامل نسا كيمة كامل زايرة هاو يوجد نو ماشي مع انتها كي راهي وجه عني المفصل ديالي ولا ضهري ولا الجنو منتها راني كامل كايين أشياء مؤشرة لبعض الأمراض الخاطيرة ونعاود لأنه كايين بعض الأمراض المناعية لأنه كايين التهابات لما نمدو تحاليل في الأول للمد التحليل مثلا كما الأخت اللي تصلت هنا راهي عندها ماشي تقول لك أنا بنتي ما حبي شتوح الطبيب كي تجي شوية نسمها بردة يبردور جليها وما يبردوا وما بعد يوجعوا سيتوتا في نغمال بس إذا ما كانش الأكسجين راه يلحق للأطراف الأصابع وممكن يتغير اللون ديالهم هذا وش هنقولها نقولها ركزي وشوفي إلا يتغير اللون ديالهم إلى الأزرق وإلى الأبيض نونك هنا معناها كايين بعض هذوك العلوق ما همشي لحقوا الدم معناها ما يحقش الأكسجين أكيد رح يكون هناك ألم فقط تلبس جوارب رح تدفع ويقول لي كايين بعض الناس اللي عندهم في الأيادي وكايين سندروم سندروم دو غينو هذاك سندروم سيتون مالادي وطويمين معناها مرض ماناعي إذا بضرورة معناها بنتها إنه باش نلحقه على الأقل نديروا سياق بي ونديروا فياس ونشوفوا إذا كان هذا المرض يؤدي هذا راهو يعني درس كبير وواسع هنبقى غرف المعفاصل وألم المعفاصل كيفاش نعوده نونك هنا بنتك لازم تديها اللي عند الطبيب اللي حي يفحصها يعطي لهذا التحليل اللي تقوم به من بعد نشوفه من هذا التحليل نزيده نروحه نديره تحاليل أكثر تشخيصا وأكثر تخصصا قلت نعودة نقول لألم في المهار اللي يجي تقول لك أنا ظهري وجعني العجوزة لديها مثلا شحاله هي تخدم وخدمت بزاف وعيات إنه في هذا المراحل نعرفه بلي كذلك خاصة بالنسبة لمرأة قلت لك بعد انقطاع الطامس رح يظهروا نقص الفيتامين د اللي ما رحش يكلون يتثبت وكذلك نقص الكالسيوم حتى كنديروا دي كليش يصيبوا العظم فارغ نونك هنا هذه مسببات الآلم بعض المسببات لهذا الآلم بلا ما نحكو على هذه كما نقول العظم رحي تقس مع العظم نهدر بالعامية باش نستفهمني بأشياء بسيطة إنه لما يروح لهذا كلمة رحلي الماء هذا كيجو يقول لك أنا رحلي الماء عندي العظم تقس في العظم نونك سيبوغسا عندي نتكلي العظم نونك هنا هذه مأسي ميكانيك ما انتهى أشياء ميكانيكية أما الأمراض الأخرى اللي تكون أمراض التهابية مانائية لازم ندروا تحليل وليلازم له أدوية لمدة معيانة نقول هذي اللي لازم دايما يكون تشخيص عند الطابب أما بالنسبة للإيلاج نعود نولو للإيلاج نعم ما نروحوش نشربو أدواء لنروحو ديغيكتو مول أمبالي بلأنه إلا شحن الأدوية بمراحل نعم نروح مباشرة ناخد أدوية مضادات الالتهاب اللي ممكن هي تعاني من القرحة مائدية اللي ممكن أصلا ما تحملوش تقدر تدير حساسية تجيبو من عند جارتها تجيبو من عند أختها تروح تشتري بدون وصفة للأسف الشادد أنه المضاد الالتهاب اللي وبعد بدون وصفة طبية في الجزائر وعلى بل يكرهوا مشكل كبير 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 مضادات الالتهاب عندها بزف مشاكل يعني وأعراض جانبية بالنسبة للمعرض يقدر يكون عنده مشكل مراضي ما يعرفش بلي ما ياخدوش الناس اللي عندها لاتنسون ما لازمش تاخدوه بزف لأنه يقدر يطلع لاتنسون اللي عندهم السكري كذلك ما لازمش ياخدوه بكثير والآن ما لابلوش موضاعفاته ومن بعد لهذا أنا علش نقول لازم التطبيب ولا لازم نحن تطبيب كين بعض الآلم لازمهم فقط إعادة التأهيل ديرو شوية سبور باش نرجع هذا المفصل باش ولي الفونكسيون لأنه علاش يقدر يكون مكنش ياخدم مليح ممكن المرأة ولا هذك رجل كان يعمل بليد ديالو ما عرفش كيفاش يعني يخدم إلى أشغال البيت التي تقوم بها النساء هل هي من مسبب الألام المفاصل طبعا الأشغال التي تكون مرهقة كين كثير من العادات السيئة التي كاملا نقوم بهم هي الوقوف على غسل آواني مدة طويلة وبطريقة حتى هناك نظام عالمي كيفاش رحيب أن نتبنى هذك البوطاجين نغسلوا عليه المعن سخطون نساء تعاني كثير من ألام الظهر لكن قبل أن نرى كامل هذا نرى كذلك الميزان السمنة والبادانة دائما من نحوها خاصة بالنسبة للنساء إذا كان عندها مشكلة الكرش كان عندها الله يبارك جابت الدلاريت لكن الكرش مازالت خارجة في هذه البلاد توجوه هذك المشكلة سيجابت الظهر وبالتالي سيكون تقلصت الفقار على فقار أكثر أنه عدم معرفة اقتناء الأحذية كيفاش تشري حذاء ديالها لما رأي مسكينة تشري كامل لولادها وتخليرها هي الأخرى نعم أخذ حذاء طبي لازم دائما تشوف راحتها لا تشوف الحاجة التي تتباه بها تشوف راحت رجليها أكرمكم رجلين إذا كان فيهم مشكل كالنساء حتى لخمسين سنة لكي فاقوا بلي عندهم كرسي لتقشر الخضرة ومبدأ تعود للراقبة لكذلك مشكل كبير هو السيسين والسيسيس لا تخوز عن رغبة التي ستعاني منها كذلك من الناس وحتى الرجال كيفاش نخدم شغلنا في المنزل وكذلك سرعة الحياة نخدمه نجره كيفاش نرفض هذه الحاجة كيفاش ننطب الحوايج نخدمه في المكاتب نحن تولي عادة لهذا دائما لما تولي عند الطابب سيقوم بهذا النصائح كذلك كأن سؤال لا ربما الوقت فقط نقول في الختاب أنه كأن بعض النساء يقوموا بأخذ المكملات الغذائية أنا منسته ضد المكملات الغذائية لكن نجب أن نروح ونشوف الكالسيوم إذا رأنا ناخده بطريقة جيدة من الأكل العادي دائما نقول الكالسيوم ما هو الحليب كذلك والإبتعد عن بعض مسببات الالتهاب اللي هما الحليب فارينالبيضة بعض المشروبات الغازية اللي تقتل الكالسيوم في الجسم وما تخليش تطبيق الفيتامين دي نونك إحنا لازم باش نتفادوا هذا الألام والألام المفاصل هي تغيير نمط الحياة نمط المائشة نعم سؤال أخير يلجأ الكثير من المرضى إلى التطبيب بالعلاج البديل هل هو مهم في هذه الأمراض نعم شوفي كين أعشاب عديدة كين يروحون نقول لهم حب رشاد مثلا جبيرة نعم الجبيرة شوفي أنا ضد هذا الأشياء سامحوني لأنه ما نعرفش أصلا وشوه هي ما نعرفش وشوه نديروا فيها دونك هنا باش الجبيرة ممكن للكسور لكن لألام المفاصل كين بعض الزيوت زيت القرنفل علش لا لا زيت النعنع زيوت الحار المخففة صراش حساسية لأنه كين بعض المراهن الموضعية لما يديرهم المرض يكون فيها حساسية فقط أن نشوف أحمراء لازمعلي الغسل الجيد بالماء وصابون باش نزعو بعدك نرح نشوف الطابب لكن المكملات الأخرى نقدر نتعني بالكركم والججلان لهو شيء رائع لتقوية العظام وكذلك لنقص إلتيها في المعفاصل نعم شكرا لك سيدتي على كل هذه التفاصيل نلتقي الأسبوع القادم وأمراض أخرى إن شاء الله نحاول أن نعالجها وتقديم بعض النصائح نتمنى الشفاء لكل المرضى إن شاء الله نعم مشاهدين ومن بين الروبورتاجات المخصصة لهذه الصباحة ربورتاج حول المعهد المتخصص في التكوين المهني مع الزميل أمال خليفي ونعود بعدها المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني برج البحر هو واحد من المعاهد التي تتيح للشباب الراغب في التكوين إمكانية الحصول على شهادة تأهيل في تخصصة مختلفة بالنسبة للنمط الحضوري تم برمجة ثلاثة تخصصات وهي صيانة صناعية في الإنشاءات الميكانيكية والحديدية الكهروتقني والإلكترونيك الصناعية بالنسبة للتمهين تمت برنامجة برمجة ستة تخصصات لون كانت صيانة صناعية في الإنشاءات الميكانيكية والحديدية الكهروتقني مراقبة النوعية في صناعات الغدائية تحلية مياه البحر إنتاج صيدلانية وتأهيلي تم برمجة تخصص تحلية مياه البحر لمدة ستة أشهر يعتمد المعهد في طرح تخصصات جديدة تتماشى ومتطلبة سوق العمل قبل كل دورات تقوم كل إطارات المعهد بزيارة ميدانية على مؤسسة على مختلف مؤسسات المقاطعة وعلى هذا الأساس نقوم بدراسة متطلبات المؤسسات الاقتصادية وعلى هذا الأساس نقوم ببرمجة التخصصات أول مرة كان مشغل محطة تحلية مياه البحر تم إداج هذا التخصص في دورة فيبري السابقة في دورة أكتوبر 2023 تم فتح هذا التخصص أول مرة لها استغلال محطة تحلية مياه البحر هذه التخصصات لا يوجد أن تحلية هذه التخصصات لأنظمة فيها إلكترونيك أو فيها إلكتروتيكنيك أو فيها أنظمة للأليات تسحق هذه التخصصات ونظرا لخبرة وكفاءة المؤطرين يستقبل المعهد متربسين من دول مجاورة للاستفادة من التكوين وفقا لاتفاقيات التعاون في هذا المجل حيث يتم في كل دورة استقبال عدد البأس به من المتربسين مثلا قمنا بتكوين متربسين من موريطانيا من السحراء الغربية من الشاد التخصصات الجديدة خاصة التي وفرها المعهد تجد إقبالا كبيرا لدى شباب الباحث على بوابة الولوجي إلى العمل أنا من ولاية ميمون جئت لنا اخترت تخصص إلكترو تكنيك لأن لديهم ميول في هذا التخصص جئت من موريطانيا من أجل هذا التخصص لأنه ليس موجود في بلدنا بلدنا فيه محيط أطلس كبير وفيه أنهار ولكن لنا ليس لدينا طريق من أجل استخراج تحليل المياه ومعالجة المياه ليست لدينا محطة لمعالجة المياه وجئت للجزائر من أجل أخذ الشهادة والعمل اللي إن شاء الله في بلد لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطادها مثل صيني شعبي إذا ما طبقه شبابنا اليوم سيتخلصون لا محالة من شبح البطلة فالحرفة أو المهنة كنز بين يدي من يمتلكها سلام عليكم أهلا وسهلا بكم معنا في هذا البرنامج الجديد الذي ازدانت وازدهت به الشبكة البرامجية لقناة القرآن الكريم والموسوم ببصائر للناس هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله التعريف بالفكر الإسلامي وبخلفياته القرآنية والحديثية المعتمدة على التاريخ الإسلامي أيضا هذا البرنامج يحاول أن يعقد بقارنات بين الفكر الإسلامي وبين ما ورد في الديانات الوضعية والفلسفات التي وضعها البشر لأنفسهم بصائر للناس برنامج جديد ينطلق من القرآن الكريم ويعود إليه برنامج يحاول تجلية كثير من المفاهيم التي ظهرت في القديم وفي الحديث وكذلك يحاول أن يستعرض جديد الفكر الغربي والفكر العربي مقيما جملة من المقارنات بين هذا وذاك وأن يستخلص ما يمكن تقديمه للمستمعي الجزائري طازجا جاهزا إن شاء الله فانتظرونا بصائر للناس يبث عليكم كل يوم أحد بدءا من التاسعة مساء أهلا بكم مشاهدينا وللأسرة نصيب في برنامج سلام عليكم مع ركن ميثاق غليظ وتتحفنا الأسافة حياة غنائي بالمعلومات حول الأسرة وسر السعادة الزوجية أليس كذلك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أعتذر للصوت لأنه شيئا متعب اليوم لقاء اليوم مميز يعني وإن شاء الله متتابعين يكونوا في الموعد هو مهم جدا الشبابنا وشابتنا مهم للأولياء قلنا نحن بللي هذا الشباب ما هم مش عايشين وحدهم إذن نعم في أسرة وبالتالي لقاء اليوم رح يستفادوا منه حتى الأولياء إن شاء الله برك يكونوا يتبعونا نعم الحديث اليوم عن معايير اختيار الشريك سواء كانت زوجة أو زوجي هل هناك معايير اختيار أم يترك المجال؟ أكيد أخ الدلال لما نتكلم على الأسرة المسلمة الأسرة المسلمة هي البناء الأساسي لبناء مجتمع مسلم صراحة ولا يكون هذا إلا ببناء صحيح سليم مع الشريك المناسب إحنا لقاءنا اليوم رح نتحدثوا على الشريك المناسب لبناء صحيح لبناء أسرة مستقرة هادئة مطمئنة مبنية على أسس سليمة الأسس نتعنى أصلا المصدر تحدي صراحة لقاءنا نحن اليوم إن شاء الله بإذن الله الكل يستفيد كثير من تلقى مع الشباب والحتي الناس متزوجين اللي عندهم سنوات في الزواج يقول لك واش رح يتعلمونا واش رح يتعلمونا وقاع واش وجدنا وقاع واش حذرنا وقاع واش تعلمنا وبعد نتصدموا معا وهي أصلا أصلا لو كنا نرجع للأسر والاختيار يعني لما الاختيار يكون صحيح الاختيار سليم أنا واش قلت لبناء سليم مع الشخص المناسب اليوم رح نتكلمو شكون هو الشخص المناسب إن شاء الله نعم وقبل ذلك يمكن للمشاهدين الاتصال والمشاركة في هذا الموضوع نعم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله الأخت دلال لما نتكلم على معايير معايير الاختيار فيها معايير أساسية لا نقاش فيها صراحة ومن بعدين رح ننشوف إن شاء الله معايير أخرى المعايير الأساسية لما قلنا البناء هذا الأساسي نستمطه من سنتنا ومن ديننا الحنيف يعني فيه كثير من الأحاديث اللي تتكلم في هذا الموضوع بالذات يعني الناس ممكن تقول لك وش حبي يقول المعايير وهل هي أساسية في البناء ولا نخيرها أنا نخيرها العائلة يعني الكل لازم يكون عنده بصمة طيبة في هذا المشروع أول حديث ننطلق به هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربعين إذن الحديث الشريف لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك وش نستفد من هذا الحديث هنا رأي المعايير واضحة جدا جدا إذن ممكن واحد يخير على الجمال واحد يخير لحسب واحد يخير للمال تحى واحد يخير للدين فاظفر بذات الدين إذن العنصر الأول رح نتكلم عليه هو الدين انتعنا المرأة المنخيرها شابة لازماء الماء رح نرتبط مباشرة إذن تكون مسلمة الدين انتعنا دولة مسلمة شعب مسلم رح نكون أسرة مسلمة إذن نشوف شبابنا ممكن يختار أجنبية من جنسية أخرى من ديانة أخرى هنا لازم ننتبه لماذا رح نكون أسرة أسرة لما تكون الزوجة من ديانة أخرى أو كتابية هنا رح لازم نتوقع وش رح يصر فيها أبناء فيه تربية فيها أخلاق فيه سلوكات فيها أمورات إذن الدين نخيرها مسلمة حتى الشابة رح نحن شفنا يعني كين أمثلة زواج من غير المسلم وبالتالي بعدين لما يكونوا الأولاد رح تتصادم بكثير من المشاكل في التربية تحهم إذن رح يعطيهم العقيدات تحهم يعطيهم عاداتهم وتقاليدهم وسيرهم ودينهم وكثير من الأشياء إذن الدين واللي نتكلم عليه نقول صح مسلم ولكن لازم نفصل في هذا النقطة بالذات نعم الدين لما نقول الدين لأنني عن تجربة يجيوا كثير من البنات تقول تقدم لي ملتزم في الصلاة في لباسه ممكن يكونوا من هذو كل السلفيين ولكن نحن دايما نقول الدين ليس الصلاة والصوم فقط إذن فيها فيها الطباع فيها الأخلاق فيها المعاملات فيها كثير من الأشياء للصلاة نعم إذن لا يمكن لا يمكن أننا نقول باللي هذا شخص مناسب يكون متدين بدون أخلاق ولا الأخلاق بدون دين نحن عندنا عنصرين مهمين نحن نتكلم عليهم اليوم هو الدين والأخلاق نعم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث إذن الحديث الذي سنذكره الآن لرسولنا عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا إذن لما يكون متدين نزيد الأخلاق تاعه لما تكون أخلاق طيبة أخلاق نظيفة يعني تصرفاته عاداته طبيعته معاملاته مع أسرته مع الجيران مع الأصدقاء هنا رحضتنا مؤشر بهذا الشاب الصالح كذلك رسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يقول إذا جاءكم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إذن ربطنا الدين بالخلق ما نقدروش ما نقدروش نفصله الدين عن الخلق ولا الأخلاق عن الدين مرة تشوف واحد سلوكه طيب سلوكه يعني تصرفات لائقة أخلاق الناس تشكر فيه ولكن نسأل نسأل حل الملتزم في صالاته يعني غير ممكن أنا نكون أسرة أنا أب لا يصلي لأنه يصلي يصبح قدوة للأبناء أكيد أكيد أخت دلال نحن هذه الأساسيات اللي رحي نربطوهم نربطوهم يكونوا وثقي يعني الصلة وثيقة مع بعضهم الدين والخلق لما نسأل على البنت نرجع ذقل للبنت البنت كذلك نسأل عليها في طباحها في سلوكاتها لما نقول الأخلاق نعم ماذا؟ نعم عندنا اتصال ربما ربما أنقطع نعم لما نقول الأخلاق الأخلاق فيها الحياء فيها الحشمة فيها الأدب فيها السلوك فيها تصرفاتها نعم شكون أصدقائها نسأل عليها في بيتها نسأل عليها عند الجيران نسأل ممكن لا نصل للعائلة ننتحها لما نقول أخلاق أخلاق فيها فيها كل شيء تقوم به تقوم به البنت اللي باص ما ظهرها مظهرها الخارجي نحن رح نرتبطه بهذا البنت اللي رح تكون سيدة البيت اللي رح تكون أم لأبنائنا لوليداتنا اللي رح تكون القدوة نتحهم إذن كأن مرات أشياء بسيطة ولكن ممكن من تبهوا لهاش الناس اللي هي ممكن أصدقاء التحها شكون هما ممكن رنت الهاتف كأن علاقة فصلت في رنت الهاتف وارتبط كان عندهم لقاء ورن الهاتف التحها يعني الرنة كانت فضيعة أغنية فاضحة وهو يقول لك لما رهي مستعملة هذا الرنة والرنة الناس الكل يسمحها أعرف باللي هنا أين هو الحياة أين هي الحشمة يعني مرت الأمور بسيطة أنا الحق تصل بي يا شاب قال لي أستاذة وش رأيك استشارة طلب استشارة قال لي أستاذة وش رأيك أني سخصيت عليها وقالوا لي باللي مليحة ويجمع لها بعض المعلومات قال لي واش تنصحيني قلوا ما عليش مشكلة زيد أبحث ادخل للفيسبوك التحها أرجع لي سنوات أرجع لي عامين في السنين يعني ممكن هذا العام رأي شوفوا أصدقاء هشكون شوفوا مناشيرها كيف تكون مناشيرها يعني سبحان الله شوفوا المنشور راح يعبر يعبر صورة صادقة عمق على شخصية هذا الإنسان أو لهذا الشاب حتى نقدروا أن نعرفه حتى مستوى الوعي مستوى الثقافي نقدروا أن نعرفه كثير من الأشياء وبالتالي هنا يا النقطة المهمة لحبيت كثير يقول لك أنا كيفاش نعرف كيفاش نعرف سهلا أكيد نسأل نسأل إمام المسجد نسأل صاحب الله الجيران نعم الجيران نسأل البقال حتى البقال في الحي يعني لما تكون عندنا بنت حبينا نسأل عليها يقول لك بنت محترمة البنت اللي تمشي وتوزع الابتسامات وتسأل وتقصر مع هذا وتزيد مع هذا مش تتوقع منها يعني صراحة نحن ربي وليدات نعلى الحية والحشمة نحترمه الجيران صح أننا لا نكون متفتحين لدرجة أننا ناس تنتبه باللي هذا البنت أخلقها مش ولابد يعني تحكي مع أي شخص ولا تتكلم مع أي شخص لدينا حدود لدينا احترام لدينا قدم وحنا يا رانا هنا يبش ندعموا ليداتنا ونقولوش أنا يا بني راني نمد في واحدة الإشارات اللي لا هي هذا هو الصح بناء هذا بناء أخ دلال هذا بناء لا يمكن تجاهله احنا كما ذكرنا المراليفات العقد هذا ولا هذا البناء ما عندوش مدة صلاحية يعني إن شاء الله للممات أكيد إن شاء الله وبالتالي هذوما النقاط الأساسية اللي لازم نتأكدوا منهم اللي قلنا هما الدين والخلق نعم أيضا نذكر بالاتصال على البرنامج لمشاركة في هذا الموضوع وهو معايير اختيار الزوجة نعم تحدثنا عن الدين والخلق وهما الأساسية نعم ويوجد معايير أخرى أكيد نعم معايير أخرى يعني وكثيرة كثيرة كثيرة أنا دائما شوفوا سبحان الله لما تسألني تجيني مثلا سيدة أو لا كثير من الكومنتات اللي يسألوا في هذا الموضوع لما ننشر موضوع معين نقول دائما يقول لك ما نجحناش واستعملنا كل وسائل وتنازلنا ودرنا ودرنا ولكن هو الاختيار لا هو ذوك ذوك الآن يقول لك أنا تنازلت وتسامحت وغضيت النظرة على كثير من المشاكل دائما نرجع للاختيار ولكن أي واحد فيكم يخمم شوية برك يعرف باللي الخطأ أروا بادي يوم الاختيار ممكن هو ما شافش يعني ما شافش كثير من الأمور كانت واضحة ما توضحتش له علىه شوفوا المشكلة يا الأخ الدلال أن الجانب الشعوري النفسي ممكن تعلق بيها ممكن حس معها حس معها براحة نفسية ولكن ما حكمش عقله في هذا الفترة ممكن مرات والله سبحان الله جاتني حالات مرات الوالدين نبهول هذا الأمر نبهوله ولكن يقول لك أنا نشوفيها بس بها أنتم حابين تحطموني وحابين منعيش مع الإنسان اللي اخترتها واللي حبيتها واللي ارتحت لها ولكن بمرور سنة سنتين تبدأ لأمك تتوضح جليا وما كاش ترميم ما كاش الترميم نبدأ ونقطة بالنقطة الأخ الدلال هذه المعايير الأولى يتكلمنا عليها هذين مهمة جدا ولا تنازلة عنها نبدأ في المعايير الأخرى كالمعيير لكثير يعتمدوا كذلك بعد الدين والخلق الجمال الجمال أنا نتكلم على الجمال بنقطة في أمر مهم جدا الجمال مشي أكل عدنا مقياس الجمال عدنا نفس المقياس كان ممكن واحدة تشوفها ومشين وارتبطوا احنا نشوفها ممكن ليست جميلة بقدر معين من الجمال هو يشوفها جميلة إذن الجمال نتكلم خاصة الشاب للشابة يطلب كثير من الجمال هذه النقطة بالذات هو الجمال اللي حسب وشي يشوفه هو وشي ناسبه هو هو شاف الجمال في الخلق شاف الجمال في السيرة شاف الجمال في طيبة القلب مرات تصرفات ومرات لما الشخص يظهر لك ولا تظهر البنت يعني يعني ما عندها نسبة معينة من الجمال ولكن بمجرد الحديث معها يعني تحس بلي روح طيبة مستوى ثقافي وعي عالي وعي عالي لما نتكلم عن الجمال إذن ما هو مقياس يعني وكل واحد يحاول يوضع الجمال اللي يراه يحبه كين جمال الروح سبحان الله مجرد ما يتواصلوا الأرواح يعني الطيب العلاقة بيناتهم وإن شاء الله البناء يكون صحيح نقطة ثانية المسؤولية المسؤولية اللي كثير اللي كثير لازم يعرفوها يقول لك أنا كيفاش نعرف تعرف تعرف سبحان الله طبما يكون معيار صعب قليلا قبل الزواج نعم شوية صعب ولكن لما تسأل على العائلة تحهم تشوف بلي الأم مسؤولة الأب مسؤول قايمين بواجباتهم يعني الأخ دلان تشوف بلي أب الله يبارك قايم بواجباته وأم قايمة بواجباتها على أكمل وجه وأسرة متناسقة وأسرة منسجمة تتوقع هذا البنت خرج غير مسؤولة هذا الشاب يخرج غير مسؤول تفيقي بلي مثلا أنا عندي مثال بين قوسين المدو أنا عندي ابني اللي يراه معنا في المنزل ما زال ما رتبطش لحد الآن ولكن تحسي بلي صح مسؤول ويصلح أنه يكون أب ومسؤول على عائلة تشوفوا كيفاش يتعامل معنا شوكيش متحمل مسؤوليتها يعني مرات شي أمر هو اللي يقوم بيها نحن ما نوصلوش تحس بلي يعني أي إنسان يكون بهذه المواصفات متخافيش منه علىها نقول السأله 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 مهم جدا نشوفوا كيفاش را ما عايشين في الدار إلا تشوف الأب المهمل ما يعني ما على بالوش بالعائلة نهائيا الأم ما شي متحمل لمسؤوليتهم لقرأيتهم إذن هنا رايحين ننتبهوا لهذا الأمر المستوى الثقافي المستوى الثقافي بملح مليح يكون متقارب نقوله متقارب يعني مستوى متوسط يكون متقارب مستوى عالي يكون متقارب لماذا لأنها راح تحدث وحد الأمور بعدين في في الأسلوب بتاع الحوار أسلوب الحوار واحدة ممكن لم تدخل المدرسة ولا عندها مستوى ابتدائي وممكن علاقة مع إنسان ممكن جامعي ولا يعني مستوى عالي ولا هنا ستصرع عندهم لا يكون الخط متواصل بينهم مستوى الوعي مستوى الثقافي المعلومات التي تكون عندها أصلا لا تستطيع أن تخذ صبت حالة أنا جاتني قتلي أستاذة قتلي هي عائلة طيبة وإنسانة طيبة ومستوها محدود جدا 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 يعني لكاد تفك الخط وعجباته خطبها شاف المظهر شاف العائلة شاف بعض الأمور ولكن هذا الأمر على المستوى الثقافي حدث له مشكل قتلي أستاذة قتلي نحسله باللي ولا يحشن بيا ما يقدرش يخرجني عنده محاضرات وعنده يخرج لقاءات وإنسان يطالع الكتب قتلي أنا ما قدرش نقرأ كتب أصلا قتلي أنا لكاد نفك الخط يعني قتلي أنا صعوبة قتلي أنا هو ما صرح ليش بهها قتلي بصحة نحس قتلي كل ما تكون لقاء ونعرف باللي ممكن فيها 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 يعني نساء وفيها رجال لنقدروا الكل نحضروا قتلي مرات ممكن تقول لي المستوى المستوى اللي عندي ما يسمح ليش أنني نكون في هذا المجلس يعني يعني هنا انتبهوا ما فيهاش مشكل الحديث معها رح يبين درجة الثقافة ودرجة الوعي هي المستوى الثقافي باني يعني مستوى الدراسيها كذلك نقاط أخرى اللي هي ممكن نقطة اللي ممكن تبللهم حاجة بديهية الحق وقت الزواج يتزوجه ولكن مليح فيه أثناء اللقاء أثناء الرؤية الشارعية كل واحد يعرف الثاني ما مفهوم ما مفهوم الزواج بالنسبة له مفهوم الزواج مهم جدا في الجواب على هذا السؤال رح يوضح كثير من الأشياء أن هذا الشخص ولا هذا البنت توالم أنها تكون زوجة زوجة هذا ما هو عرسه وخلاص لهذا إذن فيها مسؤوليات فيها التزامات فيها تنازلات فيها ممكن تتحمل بالمثاق الغاليف وفيها مسؤوليات الزوج يقوم بيها ما تقدرش الزوجات يقوم بيها اللي هي أنه النفاق المعيشة المستوى المعيشي اللي لازم يكونوا عنده مستوى معيش معين نحن لا نقول بكل العلاقات وكل الأزواج عايشين مستوى عالي مستوى على حسب مدخولهم ولا حسب هذا الأمور ولكن كيف مسؤوليات الزوجة في المنزل مسؤولياتها مسؤولياتها أنها توفر الراحل هذا الزوج اللي يوم كامل يقوم بعمل هل هي الزوجة من تبهى أنها لما تكون في منزلها مع هذا الإنسان بللي عندها مسؤوليات كبيرة 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 وممكن موشح يكلفها بالأكل والشرب ولكن عندها مسؤوليات أخرى رعاية الأطفال تربيةهم التربية الصالحة السليمة استقبال هذا الزوج بعد يوم متعب وهذه من المعايير التي نتائج حسن الاختيار نعم نعم مهمة جدا أخ دلال مرات الأمور كي أن بعض النقاط بسيطة ولكن مهمة جدا جدا الحسب الحسب اللي نحن في الحقيقة خاصة العائلة الجزائري يعني يسألوا كثير على العائلة يسكر أصلهم يعني ومرات تقول لي نظك كيف نعم يقولوا هذه العائلة مليحة وخلاص لا السألوا الجيران يقدروا يعطوكم الخبر يقولكم هل هم عايشين حية عادية حية بسيطة ما فيهاش مشاكل يعني أنا سمعت باللي كين جلسة جلسة كيف يقولوا إحنا الفتحة لما حضر الإمام يلقى الشاب والوالد انتاعه فقط يعني يوم العادات نحن الجزائريين يحضروا يحضروا الخوال والعموم يحضروا الطرف الآخر يعني البنت الثاني يديه معهم وبالتالي لما يسأل الإمام هو شخصيا يسأل أين العائلة أين الحب أن تعرفهم أفراد البصرة قالوا يا شيخ شوية عدنا مشاكل وإحنا العائلة هذا مؤشر يعني صراحة هذا مؤشر ملح الشاب يكون عنده عنده عائلة مرتبط بها سبحان الله كاين أشياء أشياء مثلا بعدين اللي نحن الممكن في الأول تبدأ لنا حاجة عادية ولكن ومبعد سلطة الرحم كاين سلطة الرحم كاين لما لما تكونش عنده عنده علاقات سيئة لما تكون عنده علاقة سيئة مع العائلة إذا هنا لا تكونش فيها علاقات لا تكون فيها زيارات لا تكون فيها هذه الأمور نقدر نزيد ونوضح كثير من الأمور الأخرى مثلا النظافة النظافة الممكن أن يكون معيار يبن معيار عادي ولكن النظافة كثير لا يقدرون يقول لي أستاذة ذكحنا يا كيف نعرفه بللي هذا الشاب ولا هذا البنت يعني متصلين مثلا هذا الصفة تكون عندهم عادي جدا إذا المظهر الخارجي رح يكون المظهر الخارجي رح يظهر يعني في الثوب في الليباس فيه ولكن الزيارة الأولى لهذه العائلة تبان سبحان الله ممكن هذا النقطة ممكن الكثير من يتكلمش عليها ولكن تتكلموا عليها تدخل البيت لقاء منظم نظيف بالرغم أنهم يجهزوا رواحهم ولكن تبان تبان سبحان الله تبان في الأثاث تبان في أواني القهوة تبان في كثير من الأشياء أنا حبيت نبني بيت صحيح الطرف الثاني لازم تكون عنده هذا الأمور اللي يهتم بالجسم التاعه يهتم بالمظهر التاعه نظافة المكان نظافة البيت نظافة الغرف نظافة يعني ممكن أشياء بسيطة تنتبهوا لها يعني اختارة مؤشر بهذه العائلة يعني مهتمة سبحان الله نظافة من الإيمان نعم نظافة من الإيمان وأيضا العلم من أهم المبادئ التي يقوم عليها الإسلام نترك كده فقط لوالة للمشاهدين ليتابعوا الوبرتاج حول معلمة من إمضاء أحلام قطفنا عدو بعد قليل عليكم عليكم سلام هي أول من احتضن لواء الوحي الإلهي وسند صاحب الرسالة الخاتمة أوليست السيدة خديجة رضي الله عنها أول المؤمنين بالإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام لا تزال المرأة المسلم اليوم تشتاح ميادين العلم ومجالات المعرفة التي تؤهلها على أداء دورها العظيم في الحياة كمربية أجيال معكم الأستاذة محي الدين مختصة في علم النفس تخصص مجال الطفولة من سنة 5 سنوات إلى 15 سنة مستجارة في تلمية الدكائية والبرمجة اللغة الدماغية للأطفال ما بين سنة 5 سنوات إلى 15 سنة ندعو الدم بو جيد سكون ب سكون ب كسرة ب عندما نضع مد الألف ب ب حرف لا جيد لام فتحة لا لام دم لام كسرة ب مد الألف لا اختارت هذا الصرح العلمي وانظبت إلى المدرسة القرآنية لأنها اعتبرت أن هذه المرحلة من الطفولة هي أساس بنية المجتمع في رسم وتشكيل عقول الناشئة وغرس القيامة الدينية في قلوبهم كان عندي شغف وميول بزاف للأطفال سيرتوا في الأطفال ما بين تمدرس يعني ما قبل تمدرس ما قبل دخول المدرسي كنت نشوف بالليارة هم مساكن متحافين في حقهم يعني جايين عليهم في هذه الفئة العمرية ما همش مهتمين بزاف فيهم حبيت أن نروح الاختصاص في علم النفس درت اختصاص في علم النفس ومبعد تكمل دراسات يقايتك في عالم الطفولة كيفاش تفهم الطفل هذا كيفاش تبرمجوا على العادات الإيجابية كيفاش تخرجوا من المعتقدات ومن العادات ومن التوقعات السلبية لتكون انتوغي في العائلة بل انتوغي في البيئة تعنا كيفاش نعاودوا نعدلوا السلوكيات ديالهم وكيدخلت هذا المجال هو بحر يعني قدمت تروحي تقول يعني الحق تلقى يروحك مزل غسطي في مجال تكتشفي بلي لازم لك حاجات واحد اخرى هو عمل شاق ومجال شاق وصعب صعب كي تكون يتخدمي في مجال شغف وكي حباته يعني قدمت مدين فيه تقولي قليل وتحوسي تجديد باش تواكبي هاد الجيل ولا تفنولوجيا هادية صف يتديم تحوسي عن الجديد وتكتشفي الجديد وزيد التعلم الجديد يعني الصعوبات بالك نلقوهم كي يكون ما كاش توافق ولا مع الأسر كي ما يكونش تفاعل ماشي توافق تفاعل مع الأسرة مع الأولياء الأمور هذه تلي شوية كان صعوبات وماما الأطفال الحمد لله من الأصغر ما هو الرقم الأول واحد واحد اثنان ثلاثة أثنان الأستاذة هودا يعني نأقدم الأستاذات عندنا في دار القرآن عندها خبرة عشر سنوات في البجال مجال التعليم القرآني وتعليم بارع من القرآن يعني نشهد لها بالكفاءة المهنية يعني من هار بدت معنا خلق ودين وسيرة الأولياء حصن التواصل معهم تلاميذ البراعم وتلاميذ القرآن الكريم يعني ما شاء الله كفاءة مهنية تدريس جيد متبكنا من المدد تحها مع الزمناءها وزميلتها العاملين والعاملات ما شاء الله حصن التواصل وحصن سيرة وأخلاق حسنة إن شاء الله ربي يوفقها في العامل تحها ومزيد من النجاحات إن شاء الله شكرا لمربية الأجيال شكرا لمن أضاءت قناديل العلم والمعرفة ومن علمت القرآن وسيرة خير الأنام أهلا بكم مشاهدينا ودائما مع الأستاذة حياة غناي ومعايير اختيار الزواج لو تحددين أستاذة عن ربما الاستشارات التي تقومين بها في الميدان ما هي أهم الاستشارات التي تأتيك في هذا المجال لنأخذ ربما بعض الأمثلة التي تفيد المشاهد نعم كثير كثير منها ولكن أستاذة دلال ممكن نكمل برك المعايير نعم وننطلق في الأمثلة على الاستشارات إذن معيير اللي مهم جدا هو المستوى المالي المستوى المالي للزوج والمدخول ضروري جدا أن الزوجة تعرفه مش شرط يعطيها ما شحال يخلص ولكن على الأقل عنده مدخول اللي يضمن حياة كريمة فقط المعيير الثاني أنا اللي نشوفه مهم يعني واللي كثير يعتمدوا كي اللي يقول لك غير مهم اللي هو معيير أنه يخطب وحده من العائلة ولا قريبة له مثلا بنتخاله بتعمه بتعمته حكذا إذن هذا المعيير مهم للبناء حلا كثير من العلاقات والعلاقات الزوجية اللي ما نشحتش بسبب هذه الإشكالية الإشكالية اللولة إذن هذا الارتباط بشابة ولا بارتباط بشابة من العائلة إذن ممكن رح يسبب مشكلتين يعني إحنا ما قلناش قاعدة مئة في المئة ولكن فيها نشكل المشكلة الأول هو الأمراض الوراثية اللي رايح تظهر اللي يكون حاملها شاب والشابة اللي راح تظهر في الأطفال أمراض ويراثية كثير اللي ظهرت بهذه الاشكالية ولي قادرة تظهر أمراض واحدة أخرى بارتباط الأفراج العائلة الواحدة شيء آخر اللي أنا هذا اللي نبه له اللي هو المشاكل العائلية لما الشاب يدي واحدة من العائلة تكون قريبة له من العائلة القريبة وما يقدر يتفاهم معها ولا تحدث تصدمت كثيرة إذن العائلتين رح يدخلوا ولما العائلتين رح يدخلوا رح تدخلوا كل مشاكل ليست بين الشاب والشابة ليست بين الزوج والزوجة فقط إذن رح تكبر المشكل للعائلة وكثير من العائلة التي تعادوا بسبب هذا ممكن أن الشاب يقول لك مستحيل نكمل معها رح يحدث الطلاق لما يحدث الطلاق وتطلق وترجع هي أصلا بنت العائلة رح تكون فيها وحدة التصادمات وحدة المشاكل التي العائلة قادرة تنفصل والتي تقطع العلاقة بسبب هذا المشكل إذن هذه نقاط مهمة تكلمنا عن نقاط الأساسية وتكلمنا عن نقاط الفرعية الثانوية وهي كذلك مهمة سؤالك نرجع لها الأخ الدلال وهو بعض الاستشارات الاستشارات التي تجيني خاصة من البنات لما يتقدمون لهم فيه شباب وفيه شابات لما يتقدمون لهم فيه استشارات كثيرة نخذ بها ونخذ منها بعض الأمثلة فيه استشارة التي وصلتني من عند شابة في عمرها 21 سنة اتصلت بي قاتلي أستاذة نطلب استشارة تفضلي إذن قاتلي نتقدم لي شاب هي ملتزمة في لباسها وفي تدينها وقاتلي نحفظ في القرآن هو كيشاف هذه المواصفات فيها تقدم لها لما تقدم لها قاتلي أستاذة تقدم لي إنسان قاتلي يسأل عليها الأب تاعي ملتزم في الفصلات والحمد لله خدام ما شاء الله قاتلي راح نعيش وحدي يعني وهي سعيدة أنها راح تعيش وحدها وكما الكثير من البنات ما هيش إشكالية ولكن قاتلي أستاذة دل شرط هي متاحة جبا يعني ملتزمة إذن أول شرط اللول قلها جلباب حاجة ما تبان فيك إذن هنا لباس تلبسي الجلباب وين حتى عينيكم ما يبانوش حتى بالسيتار هذه حاجة اللولة قال الحاجة الثانية أنك بعد الزواج إن شاء الله عندك زيارة للعائلة تاعك مرة في العام وتقطع علاقاتك مع كل أخوالك وأعمامك قلت لي أستاذة بما تنصحينني قلت له هذه أنا نصحتها مباشرة يعني هنا زواج انطلاقا تاعه أصلا خاطئة مناش نتكلم عن الحجاب الحجاب يعني قادر هي تختنى به وكثيرا مديرين ومشي مشكلة يعني ملتزمة ولكن تقطعها على العائلة تحها مدة سنة قلها زيارة واحدة في العام إلا للضرورة لمرض الوالد أو الوالدة حتى الإخوة التحامة ومش دخلين في القائمة نعم وأما الأخوال والأعمام تنقطع عليهم نهائيا لا في فرح ولا في موت وبالتالي قتلي أستاذة واش تنصحيني قلت له أنت يا مش هكي تشوفي فيها قتلي جاتني شوية صعيبة ويعني هو إنسان تشوف بعض الأمور هي الميولات تبدأ تباع تشوف بعض الأمورات ولكن يا بنتي قلت له هنا يا راكي محكم عليك بالإعدام صراحة يعني البنت لما تفصلها هذه زواج زواج هو رحمة هو مودة هو علاقة طيبة هو سلطة رحم هذا اللي ما يعرفش باللي خالها وعمها أراهم ضروري ترح تطل عليهم تشوفهم هنا سلطة رحم أين هو أين هو الدين صح أين هو الدين يلهذم الدين بطريقة متعصبة لهذا إذن هنا رح يلقى صعوبة أنه يلقى شريكة حياة اللي تقبل ولقبلت أعرفي باللي هي أصلا ستنحي من بالها شيء اسم الحياة اسمه اسمه تواصل مع الناس اسمه زيارات اسمه علاقات يعني قلت لي أستاذة ويشركة تقولي أنا اندهشت يعني لما جات تستشيرني هي لما سألت الوالدة التاحة الوالدة التاحة بنتيقل هاي الشروط لحبيتيت قبلي ما هيش مشكلة ولكن هي هي التصلة بي لأن الوالدة التاحة كانت حضرت لي ورشة يعني كانت حضرت لي ورشة من قبل وقالت لها كان الأستاذ الحياة تصلي بها وشوفي يعني أنا حرد كيفاش هما أصلا شغل ما همش ما همش قاطعين في الرد ولكن حتى البنت قلت لها يا بنتي هذا يعني أنا بالنسبة لي هنا لا كان قبلتي خلاص يعني كل منافذ الحياة رح تنغلق عليك يعني نعم كين إشكالية استشارات قبل الزواج مهمة نعم مهمة جدا كين إشكالية استشارة لجيني بعد الزواج يعني بعد الزواج بعد العلاقة الزوجية صارت مشكلة على المال يعني كيفاش يتصرفوا مداخلهم الزوجة عاملة الزوجة عامل ومبعد هو يشوف بلي بلي يقدر يتصرف في أموالها هنا تجي تستشير وصارت مشاكل صارت مشدت تجي الزوجة تستشير تقول لي أستاذة وش رأيك بكاءنا منش حب أن خربيتي هو حب يديلي دراهمي وما أذى الأمور لا نقوله الاختيار في الاختيار رأي جاية واحد اللقاء إن شاء الله ونتكلمه على الرؤية الشرعية والأسئلة التي تضرح مهم جدا أنكم تتكلموا على الذمة المالية للزوجة مهمة جدا هي في الحقيقة في الدين وفي الشرع مفصولة ذمة المالية للزوجة وزوجة مفصولين الرجل عنده القوامة هو المسؤول على كل مصاريف المنزل حتى الزوجة رأي مسؤولة منه ولكن كيف حاجة نديروها هذه شراكة هذه حياة هذا بناء صحيح البناء لا فيه المشاكل وفيه كما أقول وحنا العياط والحس كل يوم هذا ثاني ما يخليش الإنسان يكون مرتاح الذمة المالية ولا كيفاش نتصرفوا لم يزانية الأسرة تكرموا عليها قبل الزواج يعني أنا مسؤوليتي أنا خدامة ولكن مسؤوليتي ما هي المساعدات وش نقدر ندير كيفاش نقدر نتعامله الأمور اللي تكلفني بيها ولا أنت اللي تقوم بيها مثلا حبيت ننبهها شيء لما الزوج يحب يأخذ من أموال الزوجة نتعامه إذا المهم جدا يتفقوا مسبقا ويطلب منها ما هيش قوة ما هيش تعمل بالسيف أنا ندير كدر راحبك وانا نتصرف بهم لأنك الزوجة نتعامه أنت ملكي وكل شيء لا كيفهو ملكي إذا هنا أصلا الفكرة خاطئة نتفاهمه لازم نتفاهمه أنه إذا حبوا ساعدها ابناء ودار شروا سيارة عندهم مشروع يتفاهموا عليه أصلا الصراحة راحة لما يتفاهموا على هذا الأمر النفسية ترتاح والقلوب ترتاح وتكون العلاقة طيبة حتى هي يكيد ساعد ساعد بحب ساعد براحة ساعد بقناعة أنها الزوج هذه السيارة سنستفادوا منها الكل هذا المنزل عايشين فيه الكل ما سنديروا صفر ولا سنديروا مشروع إذن سنستفاد منه العائلة على هذه التصادمات تصرى أن الزوجة تحب تحافظ على المدخل تحها والزوجة يحب يأخذ المدخل يعني بالصيف عليها وهنا تصرى المشكل حتى كين كثيرة وصلوا للطلاق وصلوا للمحاكم الأجل الذمة المالية هذه ولكن نتفاهمه من قبل وتكون الأمور تمشي يعني بسهولة نعم أيضا ربما في آخر الحلقة ربما نصائح متوجهها لكل المقبلين على الزواج نعم ومبالي المتزوجين لحسن التعامل مع هذه المشاكل نعم يعني عن تجربة الأخ الدلال صراحة عن تجربة الورشات اللي قمت بها والدورات حضروا المتزوجين والمقبلين والراغبين حتى اللي مهوش مقبل راغب في الزواج يعني ندير زواج في راسه يحضروا لها النصائح للنصحة هو التكوين هو الدخول في الانضمام لدورات انضمام لورشات متابعة حصص تلفزيونية ولا على اليوتيوب يعني فيه فيديوات كثيرة تأهل هذا الشباب لقادر يحضر ورشة ودورة عليها الورشة والدورة لأن المدرب يكون أمامك قادر تسأل لك كل الحرية لماذا؟ فيه بعض الأسئلة اللي تكون مثلا تكون الأسئلة تكون الشاب ولا الشابة ما يقدرش يسألها العامة يقدر يسألها للمختص المستشار الأسري نعم إذن هنا أنا نطلبهم التكوين والحاجة اللي عجبتني أنا في الورشة اللي يقوم بها والدورة يحضروا المتزوجين يعني عندهم سنوات من الزواج ويقولوا لي صح أستاذة استفدنا والحياة التعنى تغير 360 درجة لأننا صححنا صححنا قناعات كانت مغلوطة وبالتالي هنا البناء يكون صحيح إن شاء الله الإخوة والأخوات والأمهات والآباء اللي عندهم موليدات ويكونوا استفادوا معنا اليوم وإن شاء الله لقاءات القادمة تكون أحلى وأجمل وتكون أرواع وفيها الاستفادة أكثر إن شاء الله نتمنى أن ينزل لله تعالى الودة على كل الأزواج وعلى الأسرة المسلمة شكرا إن شاء الله لأخدال معلش دعوتنا الإخواننا في غزة وفي ملسطين يعني قلوبنا رهي مريضة وورانا حسين وورانا متألمين الله غالب ما بيدي حيلة نعاونهم بالدعاء نعاونهم بالتبرعات هنا حبست المهم منتاعنا يعني كل إخواننا فلسطين لم يشوفونا قلوبنا معكم دعوتنا لا تنقطع رب يفرج عليكم رب يعطيكم القوار رب يعطيكم الصبر وربي يرحم الشهداء يا رب آمين يا رب العالمين مشاهدين نأتي إلى ختام برنامجنا لهذه الصباحة السلام عليكم ورحمة الله اقذف في قلبي نورا واذزقني يا ربي القربا اقذف في قلبي خيرا واجعلني يا ربي الصدى اقذف في قلبي نورا واذزقني يا ربي القربا اقذف في قلبي خيرا واجعلني يا ربي الصدى زمني صعب 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 وعبيدك قد لبس الذنبا قد جيتك يحمدني وزني وهويت ببابك منكبا يا رب الأكوان اجرني إن المشتاق إلى التوبة إن المشتاق إلى التوبة آيات تقرأ في صدري ويرددها فكري جغرا وأقول لنفسي في سري يكفي كدي هوا ومرو شيطاني أفسد إيماني واللهوة آثام أخرى واللهوة آثام أخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة